خطاب لقسيس الروسي عن الطاجك رئيس جمهورة تجغيستان ذو وجه مشرق هو إنسان كامل بكل مأن الكلمة إذا التقيت به فهو يجري مهدثات جيدة جدا ولا تنسى الطاجك أم ذات هضارة والثقافة قديمة عندما كنا نسير في الغابات مثل المتوحشين كان لديهم دولة وحضارة غنية الهضارة الفارسية كان لهم شخصيات تاريخية والثقافية أظيمة مثل جلال الدين محمد بلخي وفردوسي ورودكي بينما لم يكن لدينا مثل هذه الشخصيات في ذلك الوقت كما تعلمون أن لديهم هضارة والشخصيات يمكنهم أن يفتخروا بها هذه الثقافة تجرى في دمائهم لديهم أدب غني وخطب جميلة أنا أعرف قائدا عاديا كان هناك حارس يعيش فيه هنا اسمه رمضان كان يعرف لغة روسية جيدا وخدم في الجيش السوفيتي هل تعرف كيف كان يتكلم مثيرة للاهتمام ومهذبة للغاية مع صور جميلة فما زلت أشعر بالأسف لأنني لم أسجل كلماته في ذلك الوقت لقد أجرى مهدثات جيدة جدا وشأرت ببلاغ شرقية في مهدثاته أنا أتحدث عن التاجكي العادي أنا لا أعرف التاجكية لكن إذا شاهدت برامجهم التلفزيونية سترى أن التاجكي يستطيع التحدث لمدة 15 دقيقة في قرية واحدة خذ مثل هذه المهادثة من أمتنا لا يستطيع أن يقول جملتين يتحدثون بسهولة بل يقرؤون القصائد في منتسف مهدثاتهم وهذا دليل على الحضارة آلية للتاجك التي تسرى وراثيا في دماء كل منهم ربما لم يتحمل الظلم إلا في سيرة التاريخ غزو تشينغزخان أو أمير تيمور كم الذلم الأجنبيين لهذه الأمة أبرى التاريخ هناك أناس طيبون جدا لم أشاهد هذا الحدث لكنني سمعته أبرى الراديو امرأة محاجر طاجكية واتبعا مسلمة تحمل على كتفها رجلا روسيا مخمورا وتأخذها إلى مكان معين وتقول إن الله أمرك بمساعدة الجميع وتبين لاهقا أن هذا الرجول كان آلما وفي نفس اليوم ماتت زوجته وكان قادما من مراسم هداد وشرب خمر هزنا تخيل أن هذا طاجكيا ليس مساهيا لكنه فعل ذلك من منطق الرحمة والثقافة والإنسانية الرفيعة من يفعل هذا إذا لم تكن فيه إنسانية؟ لاهقا يجد هذا الرجل المرأة الطاجكية المهاجرة ويقول لها إنه كان لدي رأي سيء فيك من قبل ولكن الآن تغير رأي فيك فيؤرب أن امتنانه فيأتي مبلغا معينا من المال شعبنا لا يفعل هذا هذا هو الأمل الروسي والأمل الطاجكي وهذا اللطف يسر في دمائهم ترجمة نانسي قنقر